الشان السوري حيث قتل وأصيب العشرات من المدنين في قصف لطيرات روسية استهدف مشفى كفر تخاريم غرب مدينة إدلب وأفدى شهود عيام بأن الطيران الروسي قصف بالسواريغ الفراغية مشفى مدينة كفر تخاريم بريف إدلب الغربي ما أدى إلى مقتل 12 مدنيا وجرح العشرات بالإضافة إلى تدمير المشفى وخروجه عن الخدمة يأتي ذلك بعد ساعات من غارات روسية استهدفت جبل الدولة بريف إدلب الغربي كما استهدف بلدات معرة حرمة ترملة وبسنقول بالسواريخ الفراغية